جزاكم الله خير وأحسن إليكم مستمع يقول المرسل عين من الباحة يسأل ويقول عندنا في بعض القرى عادات لا نعلم عن حكم الشرع فيها منها إذا زوج الرجل ابنته من خارج القرية يأخذون منه أهل القرية مبلغا يصل إلى 3000 ريال يسمى مكسر مقابل أن يسحب أهالي العروسة العريس في القرية الثانية وهذا المبلغ يوضع في صندوق القرية يصرف منه في أعمال الخير المتنوعة وفي إقراء الضيو ونحو ذلك فهذلك حلال أم حرام علما بأن بعضهم يدفع المبلغ وهو مكره خوف من المفارقة حدثونا عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرا هذا العمل لا يجوز إذا كان كما ذكر السائل إلزاميا يلزم به من تزوج وهو من خارج القرية أخذ من بنات القرية فهذا حرام لأنه أخذ للمال بغير حق وبغير طيبة من نفس صاحبه قد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه فإلزامه بذلك إلزام بغير حق وبالتالي يكون حراما والمطلوب تسهيل الزواج تيسير الزواج وهذا الأمر مما يعرقل الزواج ومما يصعبه على الناس هذا خلاف السنة السنة جاءت بتسهيل الزواج وإعانة المتزوج أما أن يفرض عليه ضرائب وتأخذ منه فهذا أمر لا إجوز وهو من العادات السيئة التي يجب تركها نعم